وحول العدامات السرية في سجن الحوت ينضمعنا الأستاذ أحمد العيبي مدير عام دائرة العلاقات العدلية والمتحدة الرسمي باسم الوزارة مرحبا بك سيدي الكريم هذه ليست المرة الأولى سيد أحمد حول الاتهامات لوزارة العدل نستذكر في عيد الأضحى أول أيامه حول عدام 36 سجين أيضا في صلاح الدين والأنبار وغيرها لماذا هذه المواقع تتحدث عن ذلك البيانات التي صدرت بشأن الإعدامات عارية عن الصحة تحمل أخبارا الغاية منه إشغال الرأي العالمي والتشويش على المتلقي الكريم لإنجازات الحكومة وإنجازات وزارة العدل التي تمت بالآونة الأخيرة بفضل وهمة السيد وزير العدل والكوادر المتقدمة في دائرة الإصلاح العراقية ووزارة العدل بكل كوادرها هذه الإجراءات التي قمنا بها كما تفضلتم في تقريركم افتتاح أقسام إصلاحية تراعي كافة حقوق الإنسان من الناحية الصحية من الناحية الخدمية أيضا سعينا إلى إنشاء مدن إصلاحية من خلال جولات السيد وزير العدل إلى المحافظات ومنها محافظة البصرة ومحافظة الديوانية ومحافظة السماوة هذه المدن الإصلاحية التي تقضي على الروتين تقضي على الابتزاز تقضي على كل ما يساهم بعدم إجراءات استقبال النزيل أو إطلاق صراحة ستكون في هذه المدن الإصلاحية محاكم مراكز شرطة مراكز تأهيلية مراكز تعليمية أقسام صحية لتلقي العلاج بعيدا عن إجراءات الروتين الأخرى طيب هذه الروتين التي تتحدث سيد أحمد بالعودة أيضا حول الإعدامات في سجن الحوت أيضا وهناك سجون سرية يعني دائما تثير التساؤلات إعلاميا حتى خارجيا في خارج العراق وداخل العراق حول التقارير الحقوقية لتعذيب السجناء وعدامهم بطريقة سرية لماذا هذا كما ذكر تضليل سياسي سيدة الكريم أحيانا هناك أجندة سياسية لغرض التغطية على النجاحات المتحققة نحن في وزارة العدل جهة إيداع لسنا جهة تحقيقية كي ننتزع اعترافات أو لدينا معتقلات أو غيرها نحن جهة إيداع يصل إلينا النزيل بعد أن يحكم عليه من مجلس القضاء الأعلى ومسألة وزارة العدل لديها أقسام إصلاحية مهمتها توفير المسكن وتوفير الطعام وتوفير الأشياء الصحية والأشياء الخدمية الأخرى أما مسألة التعذيب أو السجون السرية أو غيرها هذا شيء بعيد عن الكلام وبعيد عن الحقيقة ومجانب للحقيقة ومثل ما قلت لحضرتك يحمل أجندة أنا من خلالك ومن خلال منبر التغيير أدعو قناتكم الكريمة إلى زيارة أقسامنا الإصلاحية إلى الاطلاع على المنجزات التي تقوم بها وزارة العدل تنظرون بأم عينكم إلى عملية المراكز الصحية الموجودة تقديم العناية الصحية الموجودة القاعات الامتحانية للطلبة الذين يرغبون بإكمال تعليمهم توجد لدينا في كل قسم إصلاحي قاعة لتعليم النزلاء هناك صندوق شكاوى وضعه السيد وزير العدل في كل قسم إصلاحي لتلقي شكاوي النزلاء والرد عليها من مكتبه حصرا وهو بنفسه يقوم بفتح هذه الشكاوي والرد عليها تجنبا للابتزاز تجنبا لأي أشياء أخرى هناك كاميرات مراقبة داخل الممرات للقضاء على كل عمليات الابتزاز وكل عمليات التي قد يساء منها إلى أي نزيل والسيد وزير العدل لديه جولات ميدانية تكاد تكون بين يوم ويوم إلى مختلف الأقسام الإصلاحية واللقاء بالنزلاء واللقاء بهم وجه لوجه حتى بعيدا عن تواجد مدير القسم الإصلاحي مسألة الإعدامات يا سيدة الكريمة نتعامل معها في وزارة العدل دستوريا وقانونيا وبشفافية عالية وقلنا بأن هناك حكم قضائي يصدر غير قابل للتمييز من مجلس القضاء الأعلى يعززه مرسوم جمهوري لتنفيذ حكم الإعدام ويبلغ ذوي الشخص المحكوم بالإعدام وهناك مرشد ديني وهناك باحث اجتماعي وهناك وصية وهناك إعلام لذويه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر